الأسبوع ده هنتكلم على الأعمدة الأساسية في إطار عمل التنظيم وتنفيذ الخطط الشخصية وأول عمود من هذه الأعمدة هي أنماط حياتنا وعادتنا الأنماط في حياتنا هي أفعال وسلوكيات ومواقف ونتائج متكررة بعض الأنماط دي بتكون أنماط كويسة ومواتية وبتمكننا من تحقيق أهدافنا وبعض الأنماط دي بتاخدنا بعيد عن طريق تحقيق أهدافنا والنجاح فيبقى أهم خطوة علشان نجيد التنظيم وعشان نقدر ننفذ خططنا الشخصية هي أن احنا نطور عادتنا ونبني روتين يومي يمكننا من تحقيق هذه الأهداف اللي احنا وضعناها لنفسنا لكن لازم الأول أعرف يعني هو أنا طب أنا إيه عاداتي؟ هو أنا إيه الأنماط اللي في حياتي؟ أنا ممكن أكون عارف طبعا لإني عايش هذه الحياة عارف أنا بقضي يومي إزاي لكن ما أخدتش الوقت ووقفت ووقفة فعلا فعلا أحلل إيه اللي بيحصل في حياتي إيه اللي أنا بعمله أرستو قال كلمة حلوة جدا قال إن إحنا عادتنا يعني إيه؟ الإنسان الناجح هتلاقي إنه بيتبع عادات الناجحين الإنسان الفاشل هتلاقي بيتبع عادات الناس الفاشلة الإنسان العصبي الإنسان القلوق تخيلوا كده أنا اكتشفت إن العلماء صنفوا الألأ على إنه عادة إنت عندك عادة الألأ التفكير الإيجابي صنفوه على إنه عادة إنت عندك عادة التفكير الإيجابي حاجات كتير قوي قوي في حياتنا عادة العادة هي الفعل اللي بنكرره يقولك أنا متعود أكل مع حد مثلا أو أنا مش متعود أنامل مع حد بحب أنامل واحدي على السرير ده عادة احنا حتى بنستخدم كلمة انا متعود على كذا او انا مش متعود على كذا كل سلوكياتنا اللي تتخيلوها بتبقى عادات والعادات دي بتعمل مسارات عصبية في مخنا وكل ما كررنا هذا الفعل او هذا السلوك يوم بعد يوم يوم بعد يوم يقوى المسار العصبي المرتبط بهذا الفعل علشان كده يقولك ايه الطبع يغلب التطبع مش ده المثل العربي اللي احنا بنقوله الطبع يغلب التطبع يعني ايه يعني تكرار امر ما خلى هذا الامر طبع كأنه مطبوع محفور وفعلا محفور في مخنا مسار عصبي متصل بهذا الامر علشان اتخلص من هذا الطبع لازم على مالية التطبع تبقى قوية جدا جدا بحيث ان انا اعمل مسار عصبي جديد يخالف المسار العصبي القديم علشان كده من اهم اعمدة مهارات التنظيم وتنفيذ الخطط الشخصية هو ان احنا نطور عادات وروتين يومي الخطوة الاولانية وده تمرين انا عايزاكم الاسبوع ده تعملوه ان انتو تاخدوا ورقة وقلم والورقة والقلم دول يبقوا معاكم طول الوقت لمدة اسبوع كل يوم من ساعة ما تفتحوا عنيكو الصبح كل ما تعملوا اي فعل مهما كان صغير مهما كان صغير تكتبوه دخلت الحمام عشر دقايق الساعة كذا غسلت سناني دقيقتين الساعة كذا لبست هدومي خمستاشر دقيقة الساعة كذا حضرت الفطار فطرت نزلت في الطريق المسافة مثلا بسوق من النقطة دي للنقطة دي بتكلم مع زميلي ممكن نعمل ندخل فيه كمان روتين العمل او العادات او الحاجات الافعال اللي انا بعملها فيه بيئة العمل بحيث ان انا اعمل نظام شامل لحياتي رجعت من برا قلعت هدومي قعدت تغديت اتكلمت مع زوجتي مثلا اتكلمت مع بابايا ومامتي قعدت في قطتي كنت بعمل ايه وانا في القوضة كنت بتفرج على التلفزيون كنت بتفرج على فيديوهات كنت بالعب فيديو جيمز كنت بتكلم شات مع صاحبتي كنت بشوف حاجات على السوشيال ميديا نكتب كل حاجة احنا بنعملها على مدار اليوم وبعد ما نكتب وده هيبقى الجدول مرفق تقدروا تشوفوه وتستخدموه تطبعوه وتستخدموه على مدار اليوم يتطبق كده ويتحط في شنطيتكم او يتحط في جيبكم بحيث ان انتوا تسجلوا كل حاجة طيب هيحصل ان احنا حننسى نيجي في اخر اليوم وقعد افكر بالتفصيل انا عملت ايه على مدار اليوم ولو في امور متكررة او حسيت انها تفهى لا ما تعتبروش اي حاجة تفهى احنا في مرحلة تجميع تجميع كل حاجة احنا بنعملها على مدار اليوم بعد بقى ما نكتب كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي نبتدي بقى نقيم هل هذا الفعل بيقربني من الهدف اللي انا عايز احققه لقيت مثلا ان انا اتخنقت مع مراتي كل يوم كل يوم اتخنقنا على كذا كل يوم النهاردة اتخنقنا على كذا بعد منه اتخنقنا على كذا بس في عادة او فعل او سلوك ان احنا كل يوم بنتخنق ده هنا فيه معناه مشكلة هل الخناءة دي بتقربني من اهدافي ولا لا ان انا ابقى عايش فيه علاقة زوجية مستقرة وبيت كويس فدي معناه ان دي عادة سيئة لازم اتخلص منها لازم اغيرها على سبيل المثال كتبت مثلا واكتشفت ان انا بنام اربع ساعات في اليوم وهو ده فعل ده سلوك هل ده صح ولا غلط هل اربع ساعات دي كافية ليه ولا لا لقيت مثلا ان انا بتفرج على التليفزيون والتمثليات والحاجات دي ثلاث ساعات وانا مثلا عايزت يعني امارس هواية معينة او من ضمن اهدافي ان انا يبقى بيتي نظيف والكلام ده كله فلاقيت ان الثلاث ساعات دول واخدين من وقت حاجة تانية لقيت مثلا ان احنا بنطلب اكل من برة ثلاث مرات في الاسبوع ليه عشان انا اتأخرت في عمل الاكل او ما عنديش مهارة الطبخ مثلا ومن اهدافي ان انا اقلل الاكل من برة عشان اوفر النفقات وعشان انا عايز اخس نبص للجدول اللي احنا استخدمناه عشان نوسق هذه العادات ايه هي العادة عملتها الساعة كام وعملتها المدة قد ايه ايه هو الفعل ايه هو السلوك احنا ممكن نعمل حاجة وما كناش فاهمين انها عادة بنعملها مدكررة لكن لما نكتبها على مدار الاسبوع ده نكتشف ان كل يوم بعمل العمل ده فممكن افكر ايه ده لا انا مش متعودة على كده لكن الجدول يوضح لي اني بكرر هذا الفعل او بكرر هذا السلوك او هذا العمل بقدر كبير جدا جدا خلاه يصنف على انه عادة ونفكر هل الافعال والسلوكيات دي بتفيدني ولا مش بتفيدني هل بتغير حياتي للاحسن ولا للأسوأ ولا منهاش فايدة اصلا خاصة لما نلاقي حاجات بنوض فيها اكتر من ساعة هنا بقى ساعتها لازم نفكر في هذا العمل بشكل كبير جدا جدا انا بقعد ساعة اذاكر ولا بقعد ساعة العب فيديو جيمز انا بقعد ساعة اشتغل على مشروع انا عايز اعمله ولا بقعد ساعة على الانستجرام اشوفه في بوستات الناس التانية عايشين حياتهم وانا عادة ملا بتفرج عليهم عادتنا والسلوكياتنا وافعالنا اللي بتشكل انماط حياتنا هي اللي بتساعدنا ان احنا نكون الانسان الكويس اللي احنا عايزين نوصله هي اللي بتساعدنا ان احنا نحقق الهدف اللي احنا عايزين نحققه هي اللي بتساعدنا ان احنا ننظم حياتنا وننفذ خططنا الاسبوع ده انا عايزاكم تحللوا اللي انتو بتعملوه كل يوم هنتكلم على ازاي نعمل نظام جديد ازاي نعمل روتين جديد ازاي ناخد الخطط الشخصية اللي احنا حطناها والاهداف اللي احنا حطناها لنفسنا ونحولها لعدات ونحولها لامور فعالية حننفذها علشان تقربنا من الهدف اللي احنا عايزين نحققه ترجمة نانسي قنقر